المترجم للقناة سوف نعطي فرصة لبقى الناس تخش ونبدأ إن شاء الله المترجم للقناة هل في حد يتكلم لو بيسأل سؤال؟ هتنسأل سؤال قريب كنت بتكلم بيقول لي الفيديو ما تبقيش كله مرة واحدة ما يتقطعش يعني في المحاضرة اسنان المحاضرة والله أنا يعني أولا كذا لعيب يعني أولا الفيديو بيبقى كبير جدا ممكن البرنامج ممكن ساعات لما يزيد مسلا على أكتر من ساعتين ساعات بيدرق بسبب حجمه وكمان بيبقى ممل في الرفع فيعني بيبقى وكمان بيبقى ممل في السمع لما تلاقي الفيديو مسلا ساعتين ثلاثة مسلا بيبقى ممل في كل شيء بصراحة فما حس إنه لما يقطع كده أجزاء مسلا كل مص ساعة يعني على الأقل يعني قدرين إن إحنا ما بقاش قلقان اللي ممكن يضيع في نفس الوقت ما أقدر رفعه بسهولة ما يعملناش مشكلة وتبقى لي خدرة إنك تسمع نص ساعة غير ما أقولك إن الفيديو مسلا ساعتين ونص مسلا تسمع على بعض تهمني؟ تمام تمام حسن هو بيبقى الناس بتملي منه جدا يعني بيبقى حاجة غير ما تخلص مسلا إيه لو المحاضرة على أربع فيديوهات ذكرت رو مثلا فيديو أو اثنين وبكرة تتذكر فيديو التاني أو التاني معقولة لكما تلاقي الفيديو مثلا ثلاث ساعات قدامك كده وانا ساعتين مصد ناسك إيه تقول لأ دا عايز اليوم بقى الواحد وقى تلاقي تكسل عم كمني؟ صحيح حتى أنا نفس الكلام في الرفع كلما أجربعه لا دا عايز بقى أكون قاعد لساعتين ولا حاجة على أولا ساعة أكون فاضع عشان أعود رفعه لك غير ما يكون مثلا إيه حتى لو رفعت منه جزء وبعدين جزء تبتو أسهلة يعني فاش مشكلة بس وكمال اللي بي دايني أكتر من الساعات لما بعدي أكتر من الوقت بتاع ساعة ونص ولا حاجة فيديو بدربه وكني أضيع كله سابق إن هو طويل يعني فأنا حاول نختصي يعني نخليك هنا مهازة فينا نزيز يعني حسنا هنبدأ في موضوع جديد موضوع اسمه إحنا يعتبر ده الفارت رقم 3 أقول لكم لنا بعد كل مرة إيه مجزء الفارتس يعني أو إيه الغرض يعني الغرض من أنا أقول دا الجزء الثالث الجزء الأول كان معرفة أساسية أو بيزيكس قوي كنت بنمشي سيكوينشة في الخود الجزء بتاع الكنديشنال برانشي ويقول لو حصل كزا عمي كزا ما حصلش كزا عمي كزا لو مش عمليه فكان فيه هنا بنتفرع طرقا لشهود ممكن دا يتكون دا يتنفس أو دا ما يتنفس شي بناء على شروط معينة فالنوعية دي كلها على بعضها كان كان إيه بارت 2 بارت 3 اللي إحنا نبدأ فيه إن شاء الله مختلفة هي هو الأوامر أنا عايز للأمر دا يتكرر يتكرر مرة أو 2 أو 10 أو 20 أو 30 خسب ما أنا بحتاجه سعب فيه قوانات بتتكرر مع ممكن أكررها مع شخص مع شخصية مع تداتة ممكن أكررها مع حاجة معينة فتتكرار في حد زاده في البرمجة الشيء مهم جدا الشيء مهم جدا إحنا عندنا في البيسون عندنا جملتين أساسيين في جملة اسمها وي في جملة اسمها فور من همش الثالث لهم جملتين بس وده حاجة بصراحة تحسب من وجهة نظري في البيسون تحسب ليه؟ عشان طبعا فيه لغات تانية فيه فور اتش وفيه فور وفيه 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 مش عمليه كلهم في الآخر الأشكال فعلا فعلا تختصر في ويل وفور كفاية يعني دول هيلموا كل الموضوعات يعني ايه الغرض ان اتعلم الأوامر كتيرة رغم ان الموضوع كله يتلمي بشكل مختصر في ويل وفور يعني مش كده هيبقى الدنيا مختصرة جدا طيب تعال نبدأ بشكل اسمه ويلم الأشكال اللي بتخليني أقدر ان انا اريبيت اريبيت يعني كرر الأوامر فتخيل معي مسلا ان انا عاوز اطبع من واحد لعشرة عدوا وحد ن pongه والتبع ١٠٢ ٢٠ ١٠٧ ١٠٩ اكيد مش عاجب برنت وواحد برنت اتين برنت اتين برنت ثلات برنت واحد برنت ربعة برنت خمس ا distinguish مش كده واكيد لو انا عايز اطبع مية مش عاجب برده له ولو تلات revive 1 تلاح كان صعبه جدا نعم برنت واحد برنت اتين برنت اتين تلات أ معقول innocence معقولة هي حسرا، صعب جدا فناخد صاحب جداnyoo نريد الفكرة بتاعي اللو مش تقولي الكلام ده فهمت؟ كزامل فضي خاصة وعايز ابدأ اطبع فانا عندها عرب variable اسميك counter counter يعني العداد counter يعني ايه؟ العداد انا مسلا عايز اطبع من واحد لعشرة انا ابدأ بواحد ماشي؟ انا عملت variable اسمه counter وبديت واحد ده لسه مسلمتش ال while while يا شباب معناها على بعضها لف لو لف كرر لو حصل شعب معين كرر لو حصل شعب معين يعني لو كاو انت البتاعي اصغر من انت عايزت بغا كم? مية مسلا يبقى انا ممكن اقول له ايه؟ اصغر من مية واحد صح؟ مظبوط ممكن اصغر من او ساول مية مظبوط شفين انت عايزت تمام؟ يبقى الف لو وبعد كده condition الشرط بتاعي يبقى احنا كده لو بصنا على شكل جملة ال y لو قلنا كده كاسمتكس يعني يبقى عندنا y وبعد ال y عندنا ايه؟ condition condition انتضمنتكس احتمكس ايه مهان انتضمنت يعني لازم احط ايه حتى ايه خلصت هينا هون الشرط و بعد كده indentation كانت تاخله خلفي خلفي انتضمنتكس امر او موامر زي ما انا عايزي. كل الامر او الامر اللي بعديها دي اللي بعديها الانتشا تطورك تابعة المية تابعة الموالية. طيب. انا هعمل ايه? طول ما الكاونتر ازغل من مية واحد. اقول البرينت. ايه كاونتر? ماشي? وبعدين اقول الى الكاونتر. زي بيسوا واحد. اعطي زي بيسوا واحد. زود واحد على الكاونتر. يعني زود على الكاونتر واحد. الكاونتر هو هو وزود عليه واحد. طبع الكاونتر مسلا بواحد. تعاني شو كلا مثلا اللي عاملين. كاونتر بواحد. حل الواحد ازغر من مية واحد اضاء. طالما اه هيخش بجسم مين? جسم الواي. تمام? هيطبع الكاونتر. اللي هي واحد. ركاة يزود على الكاونتر واحد يبقى ايه? يبقى تنين. ممكن لو انا عمل برينت هنا. تنين. وبالتالي البرينت دي بره مين? بره الواي. صح فالله. انا اقول له كاونتر بلاس ايقوال واحد. يعني زود على الكاونتر واحد وكان ما هي بقى اثنين. فعليا هيعمل ايه? هيبدأ تاني للواي هنا. ويسأل هل الاتنين اصغر من مية واحد? او طبعا الاتنين اصغر من مية واحد. فيطبع مين? فليطبع على الاتنين. بعد يعمل ايه? يزود الاتنين ايه? واحد. تلاتة. ويطلع فوق. هل التلاتة اصغر منه ستكون مية واحد واحد? اه تلاتة اصغر. يتبع تلاتة. يزود واحد اربعة. اصغر فوق ربعة اصغر من مية واحد? اه يطبع اربعة. يزود واحد. يتبع quienزود احسن. يطبع زائد بتسوح بقوا مية. يطلع فوق. لو المية ازغر من المية واحد. اه المية ازغر مية واحد. هيطبع المية. يزود كونتر يخليه كم? مية واحد و بعد ما يخلي مية واحد يطلع هو هل لي مية واحد ازغر مية واحد? الا تمي بوحد مش ازغر من مية واحد. ايضا للمية واحد مش ازغر من المية واحد? هي اطلع برا الوحيد ده Kinda كان الفوق ده جاب هيتقد حروب بر مين? هيبدأ يخرج. هيبدأ يخرج هنا برا. هيخرج برا الواي لحتة المعلم عليها دي كلها. هيخرج براها. بس. الكاونتر بقى كان. الكاونتر وسل ان هو كان. بقى مية واحدة. يعني لو حبيت امطاركم كده داني. الكاونتر. ممكن نكتب كده مسلا. ماشي? ناخد ثم الكاونتر ونشوفها مباشرة. تبا كده هيتبع لي من كم لكما شباب. من واحدة بغاية مية. وهي افت. بس هو الكاونتر زاد وبقى مية واحدة. والدليل المفروض ان الامر ده يتبع لي كم. بقى مية واحدة. صح كده. اتبع لي من جارة بلوزه بخمسة. زي ما انت شابين علي ربع اي افت. بقى مية واحدة. مية واحدة. وقال لي بروغرام كومبليتد. بس قال لي. لاصل بالي اوف كاونتر. مية واحدة. مية واحدة. وطبعا من واحدة. اهو. بدأ من واحدة. مية واحدة. لغاية الموز اللي كان. مية واحدة. وقفوا. هل كان هناك الكوكرة المنغوري فيها مية واحدة. اي شباب. مفهوم؟ هكي اسئلة في القصة دي ولا تفهمت؟ مية واحدة. مية واحدة دكتور. سمعت. كويس. تعالوا بقى نقول لي. طبعا ايه. المخ شغال كده. والمخ شغال كويس. الحمد لله. لو انا مريز. حد يفكر. كنت رضي علي. نفس المساعدة. ها عدم منه اجزام بالخمسة وثلاثين هون. نفس المساعدة. وعاوز. أطبع الأرقام من مية. من واحد لغاية مية صحيح. بس الأرقام. الفير ديفيس. ميحل. حد يحل. حد يحل. ميحل دكتور. حد يحل. أقول كده. عطل بصراعك. ها. ميحل. مم. نعملين على نفس النساء الدهب كيس ينبع الفردية ولا الزوية زوجي ولا الفردية بدك طلع نتيجة طب انها لا تقبل القسم على اثنين هنبدأ الانشيال هيبقى اثنين يا دكتور ممكن نزود واحد بعد كده الانشيال هتبقى اثنين يعني بدل واحد هنحط اثنين وبعدين نجيس واحد العداد عادي اه هتخلى اثنين واحدين ونجيب على الكاونتر واحد عادي كده واحد مش هتنطبع طيب او كده هيتبقى اثنين اول مرة صح؟ اه وبعدكد هتبقى كيام هيزود اختي بقى كيام تلاتة تغيرتك طراص اول اتسين بازل بدا اولك سيدة بازل استبعتك ازوني وبعدكد تبعتك تلاتة بقى فردي يعني بعد كده خمسة ستة سبعة يعني مالا ممكن يا دكتور يسوي اثنين وهيتزوب بعد كده اثنين 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 هيبقى زوجي اثنين بتكلم طاهر انا هو كده كلام الاخت صح ان هيبقى اثنين فوق وتحت زائر ويسوي اثنين يبقى كل مرة ازود رقم زوجي هيبقى كده زوجي انا مكنش اعجز زوج استخدم الى تقبل القسمة اثنين ايه؟ قلت الاسهل اللي اعمل الاسهل للاسهل للاسهل لتقبل القسمة على اثنين استخدم لا تقبل القسمة على اثنين مص عليها كده ما هي كده يا بس ايه كانت تقول لي زود الدين مش الخطوة اللي ستب بتاعتك باتنين بس خلاص يعني ما لما كنا زودنا الكونتر فوق تمام؟ لا خلي الكونتر بواحد لان الواحد فاتن وكل مرة مش باتنين شوف كده؟ ايه هتبقى ماشي مع انا واحد بعد كده يزود اثنين تبقى تلاتة يزود اثنين يبقى خمسة يزود اثنين يبقى سبعة يبقى كان تسعة تسعة عطاشر تبطاشر تبطاشر خمستاشر سبعتاشر تسعتاشر واحد وعشرين صحة ليه؟ دي مش معي فردي ممكن سؤالي بطول ايه انا بس ايه؟ اجرب بس اهو اجرب ونسي ايه واحد تلاتة خمسة سيسعة سبعة تسعة عطاشر في الاخير وغاية تسعة سين سبعة طبعا زياد برضو بقت مية واحد طبعا ايه السؤال ايه السؤال ممكن احط ان بعد الشرط يعني مثلا الكونتر اقل من مية واحد ان او نوت اا مدولاس نوت مدولس اا دين انا فاعمت ايه؟ اه اخلى بالنينة عشان لا والله ايه لو عملنا كده زيادتنا بتقول ايه؟ هي تعمل ايه؟ تقول لك بدلا ما اعمل كده انا ممكن اقول نوت مدولس تو هتعايز قولي كبهان؟ صح؟ ان الكونتر اه ايه 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 زيرو نفعش زيرو او زيرو و زيرو اتبع سورو ماينفعش زيرو هي بزوجي صح؟ ايه ايه قول واحد اه بماشي تربتاعك بكم واحد عادي زي ما كنت ماشي بس انت زودت في الشرط. اللي يكون اللي من مية واحد يكون برضو فردي. صح كده? صحيح. لو بس كنترول اس و بس نايف في خمسة قال لي طبع واحد. ما عادش ليه. ما عادش. ليه لان الشرط بتاعي هنا هو قال له هو انت اللي اتنين اصغر من مية واحد قال له الله. قال له طب اللي اتنين مدرس اتنين بتساوي واحد قال له لا. فبقيت نتيجة الشرط كلها ايه? فولس. هو ايه? الواحد ايه? الواحد افن. لان الواحد بتوعف. اسمعوني ما كده اسمع سابق. الواحد بتوعف لما هي نتيجة ايه? لما تيجي نتيجة فولس. الواحد بتوعف. فمعنا عن ايه اول واحد الاثنين اصغر من مية واحد اه. بس الاثنين مدرس اتنين. واحد قال له لا. فطبعا الان ده لان تجيب اللي اتنين تروح عشان تجيب تكونوا تروف. هي جابت فولس. فالواحد كلها قوي فت. وقال الواحد كزا ونخلصنا. مش هو ده اللي احما عادتين. صح? هو اعتقد هو قصدها ان هي ما نعملش ايك و ايك و واحد بس هو نعمل الشرط كمدرس اتنين صحيح بس يكون نوت. في الاخر هو مش هينفز يعني هو هينفز مش هيبقى مش هيبقى الرقم زوجي مش ما يطلعش الرقم الزوج ويطلع فردي. كنت عايزة نوت مدرس اتنين. يعني مش عايزة الباقي ايه. انا كنت عايزة اقول كيف. انا انا فاني يا ايه. انا عارف انت روح عاية. انا عارف انت روح عاية. انا عارف انت روح انت يكون اللي هو الطلب بتاعنا. بس انتم ايه ما لاغبطين. انا عايزة مش معاكم على مستواكم بس. واشوف حلكم واقول لكم حل غرف لأيي. اتمنى? عشان تبدأت تتسبوا خبرة ان انتم. اه فكرنا في الاتجاه ده وفي الاتجاه وعرفنا ايه مشاكل كل اتجاه. انا عايز معكم كده. انا مش عندي بالنسبة للحل سهل. افهمني ازاي? اسهل حل اهوه خلاص. بس انا مش مش ده الغرض. الغرض بتشربوا الفكرة. تعملني? اقول لكم هي عز جملة. اصلح لها بتاع الجملة. واقول لكم هي عز جملة. شوف بقى عشان لو عارفين ان انا عارف يعني. مش بضرب وضع بس انا فاهم الفكرة تحت ماخر. انا اقول تبعو تلاتين. هي عاز تعمل كده. بس مش لو عملية هنا هتخسر. هي عز جملة كده. عنا تيجي هنا وضع هنا ايه? كمان? كده هون. شوفت بقى يعني خد بقى بقى هنا عشان اندي انتشم فيها لعب والفكرة فيها لعب يعني. هي الكاونتر اصغر من مين واحد صح? ماشي. لو لو الرقم فردي لان اف ان الكاونتر مدرس اتنين بتساو واحد حيطبع. طب لو مش مش اصغر من او تساوي اتنين هيحصل ايه? مش عامل حاجة. ما عندنا ش حاجة. كان عندنا بس ممكن عملها بالشكل المختصر. لكن الشكل المختصر بتاع ال اف ولا? بس المبارس او غديمي. هم? تجنوا ولا? انا لو عاوز اعمل شكل مختصر لل اف. حد يقدر اقول لي اعملها ازاي? اعمل كده. اعمل كده. امر البرينت مش هيطبع الا لما يكون رقم زوج. اللي رقم فردي. وخلصنا. ام تمام. عكده? يبقى انت ايه? مناعة في الطباعة فقط لما يكون الرقم ايه? لما يكون الرقم زوج. لكن بالطبع بس لما يكون الرقم فردي. والكومنتر بيشتغل عادي. كل حاجة يشتغل عادي. شكل منظرت. والان انا كنت عاملو التاني صحي برضه. كده. لو جربنا. هنجيب نفس انتين. هيتبع رقم فردية صحي. مش يبع عنده ايه مشكلة. او ايه بخمسة. طبعلي فردي. واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة. وانا لغاية ايه? خمسة سبعة 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 سبعة. وانتهى طبعا من مئة واحدة. تمام? بس في حاجة. لا بد ان الواحد ينوه عنه. احنا كنا. في مثال خمسة وتلاتين. وانا حالين برضه نفس الحل. احنا كده عاملين ينين يفكر باشكال ايه? مختلفة في اسم الماربة المخنة او نخليه اكثر مرون. كمان? فمسال خمسة وتلاتين لو رجعتلو كده. طب ما ده كان حل صح. بس دكتور بس البلاس ايكول تو هذي افضل من هذيك. طريقة. لانك انت استخدمت هنا الشرط واحد. هناك استخدمت شرطين. بحكي لك دكتور انت طريقتك لما استخدمت الكاونتر بلاس ايكول تو هذي افضل من القديمة اللي فيها باقي القسم. خمسة وتلاتين احسن من سبعة وتلاتين. نعم. لانه او شي فيه شرط واحد. وكمان ما ما عدت يعني انت في سبعة وتلاتين رح يمر على الفردية ما رح يطبحها. الزوجية ما رح يطبحها. الفردية رح يطبح. بينما هناك لا خلص عطول هي عدي. عطول على خمسة وتلاتين هي عدي. هي اللي صحة. النقطة اللي سباك مني. انا ايش لازم. يعني زي. اه. انا انا هنا بمر على كم واحد انا ببدأ بواحد تلاتة. خمسة. صح. يعني انا فعليا في المية بجيب خمسميت. خمسميت رقم بعد عليه. هنا اهو في المثال بتاعكم اللي انت عملتو ده. بتعدوا على الالف. على المية ازي. تعدوا على المية. انا فوق اللي ما عدى على خمسين. عشان الوص المية. انتوا هنا بتعدوا على كم? علىين كلهم? عايزه اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه. اللي انت عايزه واللي انت عايزه اللي فوق لأ. عاديت على انا عايزه بس. الفردي خلاص بلقت بواحد. ونطبت باتنين على طول. همشي على الفردي بس. مش هعدى على الزوج اللي هو عادين. لا. هنا انت مقا معدى على المية كلهم او الالف كلهم او المليون كلهم ممكن تكون تطبع مليون او ممكن تكون متعدى على خمسة الاف طالب بتعدى على مسلا في سجلي ميداني مسلا بتعدى على على ملايين الناس مش قضيق معرفش. ركبك في الفكرة. الفرق اللي حصل ايه? ان هنا انا عدت على ما انا عايزه. هنا انت بقى. هنا انت ماشي على كل الناس. طيب. اجب ان النقطة اللي هي مهمة برضو بس اقل من اهمية من دي. ايه هي? هل فعلا لو انا عندي تو كوندشنز? يجب يكون عندي كوندشن واحد? لا طبعا. حتى بي برضو تفع في البرفورنز. يكون عندي كوندشن واحد. كوندشن عملية واحدة. ترجع لتروع فرصة واخرصة. اتنين كوندشن يعني العملية اللي قولها تخشت قايم. ثم العملية التانية تخشت ايه? تتقايم. فبالكم تاخدوا وقت. خدتوا لكم الحلية. لماذا يكون عندي باكم الحلية? طيب. اه حد بقى كده يتبرع. ويحرموا يحللنه نفس المثال ده بس الزوجة بقى. سهل بقى. ده هو هو بس الزوج. ما هي بكاونتر اتنين وزود اه مجاب او ساوي اتنين. يعني اغرى دي. خلالها اتنين. ويه تاني. بس خلاص كده. بس خلاص كده. صح كده. بس ميتين وو مش اتنين. اتنين يبقى اربعة ستة تانية ايه. اتناشر اربعة طواصر صح كده. فس كده كده صحيح مزبوط. بس البداية بتاعت هي اللي اختلقت. ده ستة خمسة. فطبعا ليه? اده هو اتنين. اتنين وعشر وعشر. الاخر معاك فتر ايه? ستة بسيئة ربعة سيئة مية. وطبعا في المية واتنين. عشان مزود اتنين. بعد الليه? بعد المية. طبعا المية ما كان مزود اتنين لها مية واتنين. وكي سأل مية واتنين ازر من المية واحد قال له لا فامطل. طبعا? طيب 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 طيب. انا بس عايز ايه اللي يشترة شوية. طب اللي او حبيت ان انا مثلا اقول ان ايه عايز الارقام. بيتم ان اسمها على الخمسة. نفسي فكرة. حاول تغير بس. نركز. هخلي كونتر زيرو. وزود خمسات. خلي كونتر زيرو وزود خمسات. وزود ده خمسات صح? حد مطرب. فلنجرب. مساء الفكرة في اول اول رقم هو اللي يبقى فيه مشكلة. صحيح? يبقى ابدأ من الخمسة هاي. زهل ليه? اعمل نفسك ليه? وابدأ ليه نزيرو. وابدأ من الخمسة. انا متأكد ان الخمسة رقم. صح? صح. تمام? ابدأ من الخمسة وكون شوية بخمسة ازابوت خمسات. ما هو ده؟ هو ده صحيح. فلو جيت دولة ده عملت خمسة. ليه خمسة عطش خمسة شرق عشرين خمسة وعشرين ثلاثتين خمسة وعشرين ثلاثتين عطم مباشرة طروز بخمسة وعشرين مية. طبعا ازاب بقى مية وخمسة وبقية ثلاثة. خدت بقى كنة؟ طب عايزيت نعاني بقى المستوى بقى اللي هو انا ما بقاش عارف. يعني ارقاب تبقى الخمسة والسابعة مثلا. يبقى اللي اسم على الخمسة والسبعة. فانا مش عارف انه مفيش سيكوينس معين ماشين بيه. صح؟ معايا ومش معايا؟ معاك اضطنا. مفيش سيكوينس معين هم ماشين بيه. هم ماشين بيه. هم ماشين بيه. عشان ادرمشي ازابوت كل مرة كام. لو ازودت كل مرة سبعة ما يحصلش. لو ازودت كل مرة خمسة ما يحصلش. لو ازودت خمسة وسبعة يبقى اتناشة. لو ازودت كل مرة اتناشة برضو ما يحصلش. صح؟ انا انا مضطر اعمل ايه شرطة منفصل زي ما كنو عايشين بقى. هنستخدم بقى بفكرة زملتنا اللي كاتعادت. اف كلوز. نعم? استخدم اف كلوز. اه. شرط تاني. اه. نازم اتساول على صغيرة الصغيرة. وابدأ بكامل لو انا عارف اول رقم ابدأ بيه. لو انا عارف اول رقم ابدأ بيه. كمسة وتلاتية. لو انا مش عارف. ابدأ بالرقم الكبير اللي فيه منه. ابدأش بالصغير ابدأ بالكبير فيه سبعة مسلا. لو انا مش عارف. تتعلم مني. ومجاي هنا ايه ليه بقى? اقول له. ان الكاونتر. اه مودولة الحمسة. بتساوي زيرو. يعني مش ما فيش متبقي لما كن بحس مع الخمسة. صح? نفس الوقت الكاونتر. مودولة السبعة. كن برضو بتساوي ايه? زيرو. الحالة دي او ندخل بالفرنت دقوة اطبع الكاونتر. كل مرة زوج كم? لازم زوج. وإلا هيبدأ على نفس الرقم. لغاية ما البرنامج يهنج مني. صح? صح. خلي اقول مرة زوج. هل ينفع ان انا حد شرط ده قدام الكاونتر بحسلو مرلومة. يعني هحط شرط قدام الكاونتر. لا لا خلاص. صح كده? انا كده عد على واحد واحد. بس كل مرة هسأل انت بتقبل اسمع الخمسة والسبعة. لو اهي ربع مش اهي عد اللي بعد. وشوف اللي بعد. وشوف اللي بعد. انا مش رقم رقما انه مش عاد. وفيش سيكونس بالنسبة لي محدد. فما فيش مشكلة رابع ما عندي السيكونس محدد او مش فاهم السيكونس اللي ممكن امشي بيه. ممكن اتقطر نزل المستوى. لما دوس كده ايه في خمسة. اللي ما فيش يغل الخمسة باتون والسبعين. كنت شعر. صح هذا. لما يجول السبعة والتسعة مش هار. ممكن ما جمعش. او الخمسة والسبعة والتسعة. ممكن ما عرفش. يعني الاخير وليه. فانا انا عملت ايه? مش هتعلي يوم وكنت بسأل كل مرة والخمسة والسبعة صح? وصلت ولا فهم مش كده? نا الكمامي رفتك. تمام. هو لازم الرقم دي قبل الاسم على الاتنين مش واحد بس عشان انت. هم الرقم مين بس? الخمسة والتلاتين والسبعة. طيب انا آآ مسأل صحي. لو انا جيت. هواقق بس الساطر دا كده. هعملوا كده. ايه حتة كده رخمش مني شوية بس يعني ماشي بعدش استعملوني. اروا الاحسن. خمسة. خمسة بالاول. خمسة بالاول. اه مين تاني. دا اتنين واحد يا رفتك. لانه عندي لازم اتنين تحقق. دا اتنين واحد احياتي. وعندي ايه الاولان يبقى خمسة احسن. وعندي اه الاتنين واحد. فاضل ان احد يقول السبعة احسن. احنا ما قولنا كل حاجة. بس. عشان الجامب متالي. ايه؟ السبعة تكون احسن عشان الجامب بتاعها ولا. بس ايه؟ دا احسن عشان الجامب بتاعها. مش عشان الجامب بتاعها. مش عشان الجامب بتاعها. يعني. انه دلالتي انت نصلا الرقم في الاول. لو مش هيابل على سبعة خلاص هيكمل. يعني. يعني. يعني في ارقام. كون احنا خدناها في مثلا. رقم كبير. مش هيعدة على الوقام كثير. فلو محققاش من اول الشرط مش هيخش بقى على اند كزا. لكن هو لو لو كونتر بيابل على خمسة. لسه هيحقق شو بيابل على السبعة ولا. طب ايه نفس الفكرة ما هو كنقبل على السبعة وارجع شوفه هيقبل على خمسة ولا. كده كده هاسأل على الخمسة. صح؟ ماشي مصدق. ماشي مصدق. هو انت مجمع حاجة بس واقع منك مش احفل اللغة كويس. فان هساعدك. هو انت اللي بدوره فيه شيء من الصح. ان ايه بقى? الارقام اللي من واحد المية وبتبل اسمع السبعة. والارقام اللي من واحد المية وبتبل اسمع الخمسة. انا هو اكتر. الخمسة اكتر. الخمسة اكتر. خمسة. صح الله. خمسة اكتر بطبع. يعني ان الخمسة ايه جال. فاوتوماتيك الارقام اللي بتقبل اقل. طيب معنى كده ايه? طب انا هستفيد ايه? هستفيد ان الاند لو تفتك له ان الاند زفيد. لو لو الطرف الاولاني. بيقى فولس اللي بيحصل. فولس. اناس مش هيكمل. وبتبصش على الطرف الثاني. وبتبصش على الطرف. فهتوفر. هتوفر على البروزيسور عندك ما نكونش ببص على الشرطية. فانت هنا عدد الارقام اللي هتوفر على اللي هم اللي هم بيباروا على السبع عقار اللي ببتير. من اللي خمسة. وكذلك التمانية يقلم للسبعة. والتسعة يقلم للإيه؟ يعني الارقام اللي بتقبل اسمها اقار. الاقار اللي انت طالب. طبعا لو انت مش عارفة. هتوفر طبعا تركي حاجات. لا تذكر. بس ابقى ابقى صادق معكم. لا تذكر. بس اين ده بيكون عارف ان ده بيفيد. طبعا انت ابترض ان انا ما اخدتش بالو كياب تلقات. لا امر بقصة. ما تعاعدش نفسك. انت كان مبتلق ما عندكش مشكلة بدا. بس انت لو فتحت موضوع بفرومات. فانا بحب ايه يعني ان اطعم لكم شوية معلومات بخمشين يعني. ان اه لا اخو بالك. لو هنا هتبقى الاسم الاقل. فلو كان فعلا السبعة الاول فالعدد اللي هيسأل على السبعة اقل. وبالتالي مش هيسأل مع الطرف التالي فايبقى اقل. فايوفر معايش طبعا ايه. مش عاب توسكذوكم ولا كان مشكلة. نعم ماضح. دكتور هاي طريقة افضل يعني الواحد بيفكر بطريقة هاي افضل. بنحاول قدر الامكان بس انا مش عايز. بس انا عايز برض المسكين من العسام الموصيح. لو قدت الفكرة مش لقيتها صعبة عليك مش مش مشكلة. لاني دي صح ودي صح. بس ده اللي يركز في العنات الصغيرة دي ممكن يبقى مستوى الافضل يعني. نعم. تمام؟ طيب. ماشي كده احنا اخذنا الوايل. بيه شكل تاني من اشكال غير الوايل اسمه الفور. والفور بتعمل نفس الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها بالزبط. يعني ممكن تعمل نفس الافكار بتاعة الوايل. نفس الافكار ممكن انر نعملها بالفور. تمام؟ لكن ممكن يا سايد بس الفيديو بتاع الوايل واحده. وارجع تاني معكم. دوني مس دهيب. نسايد الوايل وارجع ناخد الفور. ماشي؟ ماشي. انتو انتو بايش. انا هعتبر لكم انتو بايش. انا استزنكم خمز دهيب وارجع تاني شاوه. سلام عليكم. ماشي. 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 ماشي.